السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كيتين فاميلي ومشاء الله نشترك معكم الخبز بالخميرة البلدية وبحشوتين مختلفتين تمنى ان شاء الله يجبكم تفضلوا معي بشتوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله نحتاج هنا القمح الكامل وغنحتاج الشعير وغنحتاج الفارينة والخميرة البلدية بالنسبة الخميرة الفارينة والدقيق القمح راح خليتهم بالنخالة ديالهم يعني زولت غذيك النخالة الغليدة وبالنسبة الشعير الشعير بلدي يعني جاني من المغرب هكذاك ما شاء الله مغرب سوف نأخذ المكونات ديالي كاملة وممكن استعملوا يعني الخليط ديال العجينة اللي بغيته سوف نستعمل الكمية ديال الخميرة البلدية اللي عندي كاملة هنا الكمية اللي استعملت تقريبا مئتين وخمتين جرام يعني الكمية قليلة بالمقارنة مع يعني مع الفيديوهات السابقة لان دباب دك يسخن لحال يعني العجينة ضغية كتخمر هنا كيف ما شفتو استعملت يعني الكمية كلها اللي عندي بالنسبة الاخوات اللي كيبغي ويوضعوا يعني الخمية الخبز في العجينة في تلاجة انا كنفضل يعني حتى نخمرها واحد شوية عاد نوضعها في تلاجة كاتخمر هي حتى في تلاجة ولكن مهم انا كيجيني بحل كيتقال مني كنديروه في تلاجة كيتقال في الطياب يعني ما كيطيبش بسرعة وكيجيني كيجي شوية ناشف بالمقارنة يلا خلينا على ما خلينا يعني ما دخلنا شوية اللاجة ولكم واسع النظر هنا كنناخد قطعة ديال العجينة هنخليها المرة القديمة وهنا غدا ناخد شوية ديال الملح وشوية ديال الماء وغدا نزيد نمقند لك فيها حتى تطلقت ولي رطيت باوت ولي ملسة يعني هدك الدقيق القمح كي والفارينا كي تلقو ذا كنشدية لهم هنا غدا ناخد البصل وشوية ديال زيت السيتون بالنسبة لعجينة خليتها تخمر وده باجيت باش نوجد الحشوة هنا بدلت المقلة لان المقلة كانت صغيرة صافية غنستعمل انا الحشوة اللي اختاريت من بعد اختاروا الحشوة اللي بغيتو استعملت هاد شوف لغ ولكن ما تاخدوش بعين الاعتبار يعني الكيميا انا استعملت هنا هاد شي كله لانا غنستعمل غير النصف ونصف الاخر غدا نخليه حتى غنستعملو يعني الغرض اخر هنا شوف لرح حكيتو بالحكاكة اللي هو القرنابيب باش غدا نخفو له المدق ديالو غدا نضيفو هنا ثلاثة ديال حبات ديال المطيشة محكوكين وممكن استعملو حتى الفلفل حمرة حتى هي حتى هي كده لديدة فيه شحرتهم مزيان حتى تبخر المال اللي كيكون فيهم هنا غنستعمل اه تومة الملح شوية ديال تحميرة وشوية ديال فلفل حارة وممكن استعملو يعني التوابيل اللي بغيتو هنا غنستعمل القصبر والمعدنوس يعني هاد الحشوة هذه كل ما كترت لها البصل كل ما كتجي لديدة يعني البصل هو لغس يكون كتير بالنسبة البطاطي سايا مسلوقة ومعكتها وغدا نزيدها هنا الحشوة باش غا تخفف لنا شوية داك الماضيق مجهد ديال ديال شوف لغ يعني مل احسن كترو بطاطا كتر من شوف لغ صافي هنا العجينة صافي راها خمرات غا نجمعها ومدا نشكل كويرات وهنا غدا ان الاول حشوة غا نستعمل هي هادي سهلة جدا غدا نستعمل الحميدة او الحميد او لوزاي اسميتها احتا لوزاي بالفرنسية قطعتها هنا عغي قطاع يعني عشوائيا باش تبقى بين الماضيق ديالها قطعتها غيب الميقص استعمل شوية ديال الحار شوية ديال التومة وشوية ديال تحميرة والملح الملح يكون قليل انه هي في هاديك الحموضية سوف نزيد شوية ديال زيت الزيتون واللي كيجي رائع جدا جدا وما كانش عندي هنا يما كانش عندي الوقت باش نا نقطعه هو الزيتون الاخطار او الزيتون الاسود مقطع قطع صغيرة اه جربوا هاد هاد الحشوة هادي واتفكروني كادشي لدي دا بزاف وهاد الحميض او الحميضة اه اللي عندهم مشاكل ديال كيلي مل احسن ما ما ياكلش منها بزاف يعني ياكلها مع الاكل او مل احسن ما يتناول هاش سافي هنا كنا نقرصو هاد خبيزة غن ديرهم غير قاقين هاكده بزيت الزيتون فقط يعني ماشي اه صافي وبالنسبة للحميضة يعني اه كن عندها استعمالات عديدة وهي تستعمل احتى في المطبخ اه الفرنسي كي لا بغيتوا ان شاء الله نشارك معكم مواصفات اخرى معلكم ايلا تكتبوها ليه في التعليق وهذا هو لقيتها ديال هادا كشي بشتركتها معاكم كتكون في هذا الفصل هادا اهنا غدا ندوز باش نوجد اه الحشوة الثانية بالنسبة لخبيزات الاولين خليتهم غير قاقين هاكده كتعجب نحنا هاكده كرقاقين غنخليها على جنبها اي بما كملتها تقرص ديال هادي اه الحشوة الثانية وغدا نبدأ نطيب فيهم ان شاء الله يعني ممكن تبدو تطيبو فيهم غير تكملوا وتبدو تطيبو فيهم لان العجينة خامرة مزيان يعني انا عجنتها مع الصباح بكري اه اخدات معايا تقريبا ثلاثة تسويح خمرات مزيان تبارك الله ومني كيكون دقيق اه الكامل فيه النخالة ركا تساعد على التخمر صافي هنا كيفما كتشوفوا معايا غدا نقرص غيخ بيزات عاديين يعني كيفما العادة غي غدا نكمل ان شاء الله وغانا بدا نطيب فيهم ويلا ما كانش كيعجبكم اه شوف العغ ممكن يعني ما تستعملوش تستعملو في بلاستو غيه بطاطا اه مثلا نعطيكم اقتراح بطاطا مع شوية ديل جلبانة وشوية ديل اه اه يكون القصبر والمعدنس يكونوا كتاري لانهما كيزيدوا في الماداق يعني ممكن تستعملو الحشوة اللي بغيتو هذا غي اقتراح النصف الاخر اللي غدا نخلي اه غدا نخليه باش غدا نزيد عليه البيض ونطيبو بحل قغاطا كي عجب الوليدات بها الطريقة هدي وممكن هاد الحشوة احتهية ممكن زيدو لها البيض اللي بغيتو يعني البيض مسلوق مقطع ممكن زيدوها لداخل سافي كيف ما شوتو معايا قرستهم كاملي ده بغا نجيب مباشرة نغطيهم ونجيب يعني المقلاة ونبدو نطيب في الاولين اللي حضرت سافي على نار هادئة نخليهم كيف ما تشوف كيف ما كتشوفهم معايا طيبوا على خطرهم بشي تنفخوا شوية سافي وهنا عندي يعني غا نكملتهم يعني هاد الكيمية كلها ديال الخبيزة تكملتهم ضغياء يعني ما كت ياخدوش بزاف ديال الوقت وبالنسبة البطبوط ديال البطاطا او شوف له رحته هو نفس الشي هذا كيتحل والاخر ما كيتحلش لاننا دخلنا في الحشو يعني في الوسط العاجين هذا كيتحل لانني لانه معمر يعني كيتنفخ صافي ها هو بطبيطات كاملين يعني موجودين كيجي ولدادين بزاف وخاصة خاصة اللي كتجي اللد هي هديك ديال الحميد او الحميدة او لوزي كتجي لديدة لديدة خاصة اللي زدوا لها شوية ديال الزيتون يعني في الداخل ديالها اما الزيتون الاخضر اما الزيتون الاسود ان شاء الله تكون هاد الوصفة هدي نالت الاعجاب ديالكم ونجربوهم ان شاء الله تردوا علي الخبار كيف العادة انا فكن بغيكم بزاف يعني تردوا علي الخبار باش كنعرفوش هاد الوصفة عجباتكم الى عجباتكم كنحاول يعني نشارك معاكم او وصفات بحالها او او كنحاول نطورها ذاك شي باش كيعجبني بزاف يعني الفيديوهات اللي كنتوصل بانكم جربتوا الوصفة هادا كنبقى مرة مرة انني نزليكم يعني وصفة مماتلة وكتكون فيها بعض تغييرات او كنحاول نكتر ليكم منها هذا هو الغرض وزيادة لذالي كنفرح بزاف مني كتجربو الوصفة ديالي اللي يجزيكم بخير اللي كتاخدوا من وقتكم وكتكتبوا لي تعاليق وكتصفتوا لي الصور على الصفحة ديالي على الفيسبوك وعلى انستغرام بارك الله فيكم اللي يجزيكم الف خير وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة